ماما نحبك اخوادي نحبكم اسمحوا لي ما نقدرش نكمل في هذا الدنيا انا نحس روحي انا مجرد اضافة زيدة فقط ماما ما نقري واش سراء نحبك نموت عليك بصح انا راح نقتل رؤوحي صح اذا تحبيني وتعزيني ما تبكيش وما تزعفيش كوني قوية كما محفا نحبك نموت عليك مازل عندك سلمة روميسة مريم وصهيب حبيهم وتعلي فيهم نحبك بزاف بتسمو كيراني في حياتي نحبكم من بنتك خولة واختكم خولة نحبكم بزاف ونموت عليكم بتسمو هذه هي رسالة الوداع الدراماتيكي التي خطتها أنامل التلميذة خولة لآخر مرة ابنتي ما الدالي حتى وعد دالي العوت الأزرق تليفون صغير عشالي والدالي وهتي هي الدموع التي ذرفتها والدتها حرقة على ابنة جميلة ومهذبة كانت قربانا آخر للحوت الأزرق الذي كان يلتهم ضحاياه بالتفصيل فحد يلتهمهم بالجملة مثنى وثلاثة الصدمة كانت أكبر من الاحتمال من صواد المرح والبهجة إلى صدمة الشنق والانتحاض حتى ماتت بشعرفت بلي بنتي ماتت بالحوت الأزرق ما كانش ظهر عليها هذوك العلامات كانت صح منطوية ومنعزلة ديما ديما نقول بنتي كي ماتت بشفقت ما عرفتش فهمتي حتى ماتت شفت الأدلة كانت تهضرت ليه دور ما كنتش نأمنتهم قلت لها بوعا شورق نهارت ديلي تيلي كوموت خبيفتي للمحافظة تعود لديه مشانا ما ندفر شورق اخترت ديت لها بسيف قالت شوفي النهار والشورق لي حكم التعليق هاتسمانة شوفيني في الشورق والنهار قسمة روحت ننشري ونوالي رقيت عيطوا لي الناس جيرا نجول عندي عيطوا تليفون تعيطافي مش عفا تقيقة اللحة الأخيرة شعل تليفون اجري بنتكراي مريضة في الديسبونسار طموش كي قالوا لي باوالو باوالو ما جيت نجري ونوصل رقيت خولها ميتا كنت صدقيني أختي تروحي البلاسة هذيك حبل مشي تعلي تموت مشي هكذا بلاسة بلاسة ديري يدك هكا كنت نعلق فيها الكبش ديري يدك طيحة هذيك الحطبة كوراسة وعند الدرك الوطني رسمة روحة مشنوقة طيحة في الأرض والحبلها كما علق ورسمت ليت أخواتها مقودين بعدهم أربع أيام من الآخرين كنت قولي ناطس في الليل فطنتها نلقيتها نايدا وجهها ما مشي تبدلت مشي كامل وجهها كما نعرفه خزرت فيها قتلها مزكي نيضا قتل يراجل قتل يسلم ومانيش قدرها نرقد قتل يراجل ويوجع فيها قتل يراجل ويقل أو يهدر معايا قتل ينحس وحد الحز وحد مع باش وشاني قتل يشيرو ليه بتعجيل قتل يشيرو لي قتليني حبا نرقد قتل هذا كامل من الأفلام لك يتفرجيهم تعرع باك يقول لها دو ما يحبوك شخياتك يهدروا مع مريمتي ما يهدروا شمعاك هكا بزر سواء لحر وماركيناهم حتى باش ماتت باش فطنة لم يكن للصغيرة خول هاتف النقال ولكن الفضولة جرها إلى هواتف قريباتها لتجد نفسها بين أنياب الحوت الأزرق في داري وأمامي وأمام عيوني هاتف مكاش جينا لحنا نضيفه عند بيت جدها قتلك مع مرتخوية حكت لي قتلي دخلت مع خالتها كيف كيف دخلت يمكن ليكون مع لي بيليش الله أعلم مؤخرا مدة الإخرانية طلبت من عندي الهاتف عندها تلتي يام لا قبل ما توفى بربع أيام أمي تعيشي خالتي تبيع في تيليفون شريه لي بخمسمائة ألف خولة خطت يوم وفاتها في الخامس عشر من شهر ديسمبر حتى صديقتها المفضلة المرعوبة جاءت لحزاء خولة وهي تتحدث عن توعد الحوت ومطاردته لها جاءت يعزوني هذه جارة تمتانية في بلدية مفتاح يعزوا صابوني أنا نحكي ونهضر للناس يا ناس بلكوا على أولادكم اليوم رحت بنتكم خولة غدوة فلانا فلانا أنا ما جيت نكمل هذا رحت أبدأ تعيطوا تسوغوا طاحتهم سرعت كي يطلعوا لها البنات اللي هنا طلعوا صابوا الحوت الأزرق في يديها ومبدأ إحنا كي بدوا يجلوا بدينا عيطونا لنبول الجدر كل وطني وكامل كان طفلة قطع تطبيق الحوت الأزرق منح لخولة الجنة هدية لأهلها نظرة أن تكون هي قربانا للنار والانتحاد قلت لي يا أمي وش رايك لك أنا نموت وانتي وخوتاتي تعيشوا لها بس عليكم ويعطوكم سكن قلت وانا يا أمي كي يعطوني سكن وخولة بنتي ما كاش معايغ أنا يعطوني جنة ما نتخش لها بلا خولة بنتي جنازة خولة امتزجت فيها الدموع بالزغريد وفي البال ما أنهت به رسالتها الحزينة أما أنا لهذا المسلسل المرعب أن تنتهي حلقاته أما أنا للخوت الأزرق أن يعود إلى مائها